مثل اليوم الأربعى رجل الأعمالي سعد ردراب صاحب مجمع سيفيطال أمام قاضي تحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيد محمد بالجزائر العاصمة لاستكمال مجريات التحقيق في القضية المتابعة فيها بدهب تتعلق بمخالفة حركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير في قضية استراد عتاد وتجهزات خاصة بمشروع المياه شديدة النقاوة إيفيكن ويذكر أن ردراب وضع رهن الحبس المؤقت بسجن الحفاج منذ أبريل الماضي